ترجمة نانسي قنقر السلام خير طبعاً في البداية قبل ما أقدم جامعتي أنا أحابب أن أهنيكم على مرحلة عدة الحمد لله بإذن الله بفضل من ربنا وتوفيق لي وإن شاء الله مرحلة تانية جاية أحسن وأفضل بإذن الله المرحلة التي جاية يا أولاد أحسن وأفضل هذه أول نقطة أحب أن أبدأ بيها دائماً أننا نحمد ربنا على ما فات ونتمنى الخير والنجاح والتوفيق اللي جاي وإنتوا قادرين على هذا هذا أحب أن أبدأ بيها في الأول طالب بتاعنا دائماً متميز وفريد هذا اللي دائماً أقوله عندما أحضر هذه المؤتمرات أو أتكلم مع أولادنا اللي خارجين من السنوات العامة دعني أيضاً قبل ما أبدأ أقدم جامعتي في دقيقة أقولك ما هي معادلة القمة من وجهة نظري معادلة القمة من وجهة نظري تخصص تكون بتحبه ده رقم واحد مجهود وإفورت تعمله وتخلص ليه ثلاثة مكان يساعدك على تنمية المهارات اللي ممكن تكتسبها سواء داخلياً أو على المستوى الدولي فتبقى مؤهل إنك تبدع في التخصص اللي انت اخترته هي ده معادلة القمة اتغيرت أصبحت بدل ما هي كليات أصبحت أفراد بتتعلم كويس تبدع تتفرد لكي أحضر لكم مكان يساعدك على التمييذ والتفرد جمعة العلامين الدوليّة مكان جمعة الجمعين الدوليّة في مدينة العلامين الجديدة وهي مدينة واخد اهتمام في الفترة الأخيرة وده مميزة جداً في الفترة الأخيرة مجموعة من البرامج مثل ما قلت مجموعة من البرامج متميزة وفريدة تختلف في إيه؟ كلها مرتبطة بالإنفورميشن تكنولوجي وبالتالي يدعمك بجانب التخصص بالإنفورميشن تكنولوجي وده اللي احنا عايزينه مش عايز يبقى التركيز كله على الإي آي جميل الإي آي جميل وتكنولوجيا المعلومات جميلة ولكن هتبقى أجمل يا أولاد لو انت أتقنتها مع التخصص اللي انت بتحبه هي دي المعادلة اللي احنا في جامعة العالمين بنحاول نورها لك عندنا مجموعة من البرامج كلية العلوم كلية الصيدلة كلية الأسنان أو برنامج الأسنان أو مجال الأسنان الأعمال القانون كمبيوتر ساينس وإنجينير الفنون الصحة العامة مجموعة من البرامج هتسمعوا أحسن مني من الطلبة هنطلع لكوا طلبة وهنوريكم المستوى المهاري اللي وصل لي الستودنتس بتاعتنا في التعبير عن نفسهم وحبهم للتخصص بتاعهم هم قدامة هون شايفهم وانتو حالا هتشوفوهم حالا طيب طيب انت قلت تخصص وفرادة فريد فريد بيجي من مجموعة من المهارات المعايشة المعايشة يعني ايه يعني التدويل يعني ان احنا الستودنتس بتاعتنا تكون عندها مهارات معينة من البيئة الخارجية جمعة العالمين بتقدم مجموعة من خيارات التدويل المتعددة ستودنت اكس تشينج انتربنشيب او انترنشيب بروجيكت ستون ديول ديجري كل حاجة بلاتفورم زي كورسيرا كل حاجة متاحة انك تحصل على برامج المعايشة دي طيب تعني ابدأ الاول بي السامر انترنشيب ستودنتس بتاعتنا كل سامر بيروحوا لي لويفيل في امريكا يبدأوا يعملوا تدريب صيفي من كل البرامج مش من برنامج واحد جامعة بتدعمهم بيطلعوا طيب لما رحنا جامعة لويفيل من مهارات الولاد بدأوا يطلبوهم في انتاريو في كندا وبالتالي تميز يجيب تميز تميز يجيب تميز طيب ستودنت اكس تشينج معناها ان طالبة يطلعوا يروحوا فيرجينيا تيك يعملوا مشروعات مشتركة نعمل مشروعات مشتركة بس لا ده احنا نعمل مشروع ويكسب المشروع ده يكون من افضل المشروعات التكنولوجية اللي تعملت بشهادة فيرجينيا على موقع فيرجينيا وعلى النيوز بتاعت فيرجينيا مع وزارة التعليم العالمصرية وبالتالي زي ما قلتلك تميز في الجامعة لما بيطلع بره بيظل متميز هي دي اللي احنا بندور عليها حتة التميز والتفرد لليستيودنس باعتنا طيب طب ما روحناش انترنشيب لا نعمل كابستون مشروع مشترك مع الجامعات اللي بره وتتعلم الثقافة الخارجية في عمل المشروعات والكابستون طيب ما روحتش ده ما اخترونيش بسيطة بييجي بروفيسور من بره يدرس جنب الجنب مع البروفيسور بتاع الاي اي اي او وبالتالي بتسمع انجليز كويس تعلم انجليز كويس بتسمع تخصص كويس وبالتالي بتبقى متميز اكتر من اربعين بروفيسورز حول العالم كانوا في العالمين بيدرسوا جنبا الى جنب مع اعضاءها الاي اي اي او كأعضاءها التدريس الدابل دي جري العادية واحنا كلنا عارفينها والجوينت انك ممكن تروح تكمل دراستك برا وديه طبعا معروف ان اعتمد على الجانب المالي بشكل كبير ولكن خلي بالك بقى بص التميز لما تطلع برا يقوم نور ياخد احسن بروجيكت في ليووفيل برضو تميز يعني مش مجرد ان الطالب يطلع يكمل برا بس لا ده ياخد احسن بروجيكت في البروجيكت المعمولة في كلية الهندسة في ليووفيل زي ما قلتلك تميز يجيب تميز يجيب تميز وده الهدف الوحيد اللي عندنا في جامعات العالمية بالاضافة لده انترناشنال كونفرنس في الكمبيوتر ساينس في الروبوتكس في الهندسة في سي ام اي اي في البيزنس مجموعة قوية من المشاركات الدولية في المؤتمر والكونفرنسز وورش العمل كبيرة جدا جدا سواء الطالب بتاعنا بيخرج او الطالب بتاعنا او الدورشة بتتعامل عندنا في الجامعة طب مش ده ومش ده بلاتفورم معات لايسنس تخش تاخد الكورس ده في اي وقت تحبه هل نجحنا؟ ايوة لاننا بقينا من افضل جامعات في الملف الدولي في الفترة الاخيرة من ست افضل ست جامعات بتدير الملف الدولي مع طلابها مجموعة من الليكتشر روم والكلاس روم بيسوف ارت مجموعة من الستادي روم وزي ما الحال اكاديمية لها اهمية الستودينس اكتيفتي لها اهمية كمان حتى الجانب الاكاديمي قلناه الجانب الاكتيفتي قلناه حتى جانب الصحة بنعمل هيلس برموتينج يونيورستي كل ترم بنعمل اسبوع لكل برنامج يعبر فيه عن مجموعة من البروجيكت اللي بتربط ما بين الصحة والمجال دوت جاء الوقت بقى دلوقتي ان انا وريكوا مستوى المهارة في الكميونيكيشن سكيلز بتوع الستودينس فهنبدأ بالبرامج كده وتسمعوا برنامج برنامج من ولادنا هنبدأ بكلية العلوم الاول مع الطالبة رغد وهلا موسيقى مسائل خير انا هالا حسني من كلية العلوم الأساسي المتقدمة والنهاردة حاب اعرفكم على البرامج اللي عندنا في الكلية موسيقى 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 وموسيقى وان هناك موسيقى ت علي المساخ موسيقى ح Bangladesh تدخل Gصاف موسيقى 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 ICA موسيقى ومعلكم الشمسية. ونحن معكم رغض نصر ستعرفكم عن إيموليكولر بايتكنولوجي وإندوستيلي كيمسر. كيف تحديدكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سأقدمكم برنامج إيموليكولر بايتكنولوجي أو تكنولوجيا حاوية الجزئية. إيموليكولر بايتكنولوجي باختصار هي استخدام الكائن الحي لفايدة الإنسان. يعني تستخدم الخلايا والبروتينات البسيطة لكي تكون مواد كيميائية. سأعرفكم عليها أكثر في البوث. لكن دعوني أجوابكم على سؤال في دماغ أي شخص عندما يسمع عن كلية جديدة. سأشتغل ماذا عندما تخرج من قسم دمك كلية؟ هل تسمع عن الحقن المجهري؟ هل تسمع؟ ألو؟ مميزة. طبعاً كورينا رأينا هذا شغل بايتكنولوجي. وكلنا رأينا فيروس كورونا عندما نزل، نزل له شيء يسمى باكسين والكحوط. طبعاً كلنا عرفنا. هذا شغل بايتكنولوجي. ومرة أطفال عندما نزل، نزل له برعة أولى وآخر. هذا شغل بايتكنولوجي. يعمل في المستشبيات. مؤسسة مجد يعقوب. ومعامل تحليل ورصية. يعمل في اختبارات الجينية. يعمل في بصاني تنقية المياه. هذا شغل بايتكنولوجي. سأعرفكم عليها أكثر في البوت. لكن لا تنسوا أننا لدينا كثمة ثالث في الكلية. اسمه Industrial Chemistry. سأتعرفون عنه برا. في البوت سأنتظركم على أسئلاتكم. وشكراً. شكراً. أشكراً. لذلك سأتعرفون عن البرنامج Art and Design. شكراً. شكراً. أشكراً. 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 متقلقة كالعادة. مثل كلية الفنون بالضبط. مجال الأعمال ياسين وياسمين. هناك تحيص لأننا كلية أعمال. أتمنى أن تكونوا بخير. أنا ياسين إهاد. طالب في جامعة العالمين. وأنا ياسمين أحمد. نحن طالب كلية بيزنس. نتحدث عنكم عن بيزنس لدينا. وطالب بيزنس متميزين ومتفوقين. وعندما يتخرجون يكونوا مختلفين عن غيرهم. نتحدث عن أهمية كلية بيزنس ومزايا في جامعة العالمين. ولكن الآن نتحدث عن أهم النقاط. وهي أن مدة الدراسة عندنا تكون أربع سنين. بما يعادة 134 كريدت أورز. وعندنا ثلاث مجالات. كل مجال بيكون مدعم تماماً بالإنفرميشن سيستيم. لأن زي ما دكتور ريدا قال. هذا مستقبل بنا. فمجالتنا هي عندنا أكاونتج وإنفرميشن سيستيم. لوجيستيكس وإنفرميشن سيستيم. وإنفرميشن سيستيم. وطبعاً لدينا ديجيال ماركتين. طيب. سؤال مهم شوية. لماذا طلب الجامعة العلمين مختلفين؟ بالذات في مجال البيزنس. لأن البيزنس التي تركز عليك كلية تكون مهمة جداً. لازم تقدم للطلبة خلال الأيام دي. كما قال أستاذ أحمد أبواشيما وكذا حد المطلع. قال إن دلواتي التكنولوجي مهمة جداً. بالذات أن لازم يكون عندي خبرة قبل ما تخرج. فبالتالي الجامعة تركز على الانترنشبس التي تقدمها للطلبة. الانترنشبس تساعد كثير قوي الطلبة خلال السنين الدراسية لهم أربع سنين. لأنهم يتخرجوا معهم الخبرة الكافية التي تساعدهم لمجال العمل. ليس فقط. الجامعة كمال لكي تزود من تميز طلابها عقادة اتفاقية مع هيئة IMA. وهيئة IMA من أعلى هيئات العالم في المجال المحاسبة. جيزة IMA ومجال لتعرف عليها سوى في البوت. هناك أكاديمي وذكر دراسة. لا يوجد شيء ترفع علينا قليل. هناك الألوات المتحدة المتحدة في المجال المتحدة. المتحدة 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 خلال أربع سنين على مستوى الجامعة. جميع التكتريب من تكن لمشاهد مهاراتك والكتشف مهارات جديدة وتستفيد منها خلال دراستك من الناس الذين تقبلون في الجامعة وبركة الجامعة. ما الألوات المتحدة المتحدة المتحدة؟ لدينا عمليات التعليمات والتعليمات لكل مادة. كل تعليمات لتعليمات. تعليمات لتعليمات التعليمات والتعليمات لتعليمات. خلال الأربع سنين، كل سنة يتطلب من الطلبة لنا في بيزنس أن يقوم بعمل مجالات مختلفة. كل ما يكون مطقن ومعبول بشكل جيد جداً يتنشر ويساعد الطلبة أن تباني أن ننشر ونعمل أبحاث. هذا هو أننا خلال الأربع سنة التي فاتت لأن أربع أبحاث، أنا كنت أحد منهم، كانت تنشر بأسامينة تحت اسم الجامعة. ما هي يا ياسين؟ هنعمل فلوس في الآخر؟ فلوس؟ هنعمل فلوس. هنعمل فلوس. هنعمل فلوس. نعمل فلوس. هنعمل فلوس. شكراً لكم. أستانيكم بره في البوس لأي أسئلة لكم. أستانيكم يا سنة أولى. أستانيكم بكم. شكراً. مبروك بالنجاة. مجال علوم مهندسة الحاسب سوسنة مجدي وعمر. شكراً لكم. كفارة رجالة. أستطيع أن أقول لكم أننا أجمع البدلة بعد دكتور رضي هنا. من الأول. شكراً لكم. كفارة رجالة. أنا عمر رائيجينييرينج. وأستطيع أن نتعلم الإنجينييرينج. والنهاردة أحب أن أعود لكم. لماذا أدخل الكمبيوتور ساينس؟ الكمبيوتور ساينس عبارة عن قسمين. سوفتوير إنجينييرينج وإنجينييرينج. وإنجينييرينج للنهاردة بخمس ساينس. إنجينييرينج خمس سنيين فرقم لكم. أحب عليهم جماعة عمليات مخيش، تنصغص كمبتور إنجينيرينج والإنجينييرينج. تنصغص كمبتور إنجينيينج تحصيب. أ radiation серьез wegenarat &ostcraft جانبات langي performance . كلاود كمبيوتور وساينس في جامعة العالمين. لماذا أدخل الكمبيوتور ساينس في قاملة العالمين لتم Oberation Alphabet지�? لم أسante الق ساينس الدولية. وهي مثلاً مصابقة أخرى، فهي لديك صديمات الجامعة، لا، الجامعة تساعدك أيضاً لأن الجامعة تحفز شيئاً أيضاً أيضاً لديك كثيراً معك 24 ساعة لو أنت تحتاجت أي شيئاً فقط، الجامعة عملة شركات كثيرة دولية مع جامعات كبيرة أخرى مصر، مثل الـ University of Louisville ووست فيرجينيا، وفرجينياتيك في أمريكا، وإنتاريوتيك في كندا هذه الشركات تستطيع أن تجعل لدينا دول ديجري، وذلك تتخرج بشهدين شهادة من جامعة العالمين، وشهادة من University of Louisville في أمريكا وكماً في إنترنشاب الجامعة تقدمها كل سنة، جوة وبرى مصر منهم الإنترنشاب التلات شهور، من الـ University of Louisville تبدأت هناك، تعمل في ريكو مع الكبيرات كبيرة، ويتبقى فللي فوندد من الجامعة وكماً بتخلي اسمك الكتب في ريكو بيبر، وده سيفرم معك جداً، بفرصة جوة وبرى مصر وكماً الإنترنشاب موجودة برى مصر، وكماً بتوفرها جوة مصر زي الإنترنشاب المعمولة مع ITI، ولكن هناك شيء أهم لطالب كمبيوتر ساينس هي البروجيكتات اللي هو شغال عليها، أنت خلال الأربع سينية اللي أنت قاعد فيها في كمبيوتر ساينس، أنت بس مش مجرد أن تدرس مواد وخلاص، وهذا يفرق عن أي فريش جادوات من أي جامعة تانية برى، البروجيكتات اللي أنت تشتغل عليها خلال الأربع سنين تفرق معاك أن أنت شفت شغلة قبل كده، اشتغلت قبل كده، اشتغلت إيدك قبل كده، وده كله بيساعدك أن أنت تشتغل غير أي فريش جادوات غير كده، كان معاك عمر وثوسانة، شكراً شكراً جزيلاً، مجال الأسنان، رؤية ونور صباح الخير، نحن النهاردة جايين يكلمكم عن كلية طب أسنين في جمعة العالمين الدولية مدد الدراسة في كلية طب أسنين جامعة العالمين الدولية زي أي كلية طب أسنين في مصر، خمس سنين دراسة وسنة واحدة متياز لكن المختلف عندنا في الجامعة أننا نبدأ دراسة المواد العملية بدري، زي الحشو والتركيبات السابتة والمتحركة وعلاج العصب من سنة ثانية وده بيدينا سنة تدريب زيادة الجامعة كمان بتقدر أن هي توفرنا أفضل المعامل المجهزة بأحدث الأجهزة للتدريب العملي وكمان إحنا عندنا في الجامعة هنا ستاف هايلي كواليفايد بيحامل أن هو ينقل كل خبرته لنا كطلبة الجامعة مش بس بتهتم من الخريج بتاعها يكون دكتور أسنين شاطر، لأ بتهتم من يبقى شاطر ومميز وده طبعا من خلال الأنشطة المختلفة اللي الجامعة بتوفرها لنا خلال الدراسة ومن أهم الأنشطة اللي الجامعة عملتها هي القوافل الطبية المدارس في العالمين والحملات التسقفية بصحة الأسنين اللي بتحصل عندنا في الجامعة الجامعة كمان بتشجعنا وبتعيدنا على حضور المؤتمرات الطبية اللي بتخلينا على طول دايما أبداية بريسنة أدفانسن دنتستي والجامعة كمان بتشجعنا على عرض الأبحاث العلمية وده عن طريق الأكسرا كريكلير اكتيفيتس وده أكيد بيزود البرزنتيشن سكيلز تاعتنا ومع كل سنة دراسية بتخلص بنبدأ إن إحنا نختار طالب أو طالبة يروحوا يعملوا انترنشيب في يونيفيستي أوف لوفل ولو عايزين أي انفورميشن عن الانترنشيب أو عن الكلية تقدروا تستنئونا بره في البوث إحنا مستنينكم تنضموا لينا السنة الجاية مجال الهندسة أحمد طلعب وماريام إبراهيم أهلا بيكم أنا أحمد طلعب وأنا ماريام شومين عندما أسألكم من رواد العنام في التكنولوجيا سيأتي في دماغك على طول ناس مثل إيلون ماسك صاحب الشركة تسلا مارك زاكربيرغ صاحب فيسبوك ستيف جوبز العبطاري أبل والحقيقة التي لو دورت ستجد أن هناك واحد من الناس وهما شباب في الجامعة كانوا يعملوا بأيديهم وجزء العملي كويس جدا عندهم مثل النظري ويمكن أحسن كمان وأنت عشان تبقى زيوم فأنت محتاج تبقى في جامعة ممتازة فيها مجلسة يقدر يشرح لك الجزء النظري ويربط بك بجزء العملي وأهم من كده أن يوفر لك إنترنتشبز بحيث أن تسافر بره أو تفضل جوه مصر مع أحسن الشركات أو الجامعات نحن لدينا في كلية هندسة ستة أقسام ميكاترونيكس بيوميديكال إلكترونيكس و كميونيكيشن إنجينييرن و كونستركشن مانجمين بتروليا مالجاز إنجينييرن و ديجيتل ديجيتل ديزاين و أركيتكتشور أول قسم نحب أن نكلمكم عنه هو قسم بيوميديكال نحن في بيوميديكال نتعلم كيف نصمم ونطور الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية اللي بتساعد في تحسين الرعاية الصحية ثاني قسم عندنا وهو ميكترونيكس وهو الحقيقة قسم مطلوب جدا في صناعات مثل صناعات الروبوتيكس وصناعة مثل العربيات الكهرباء وزيتات القيادة في القسم ده انت بتدرس ثلاث أفرع أساسيين الميكانيكا وبرمجة وكهرباء من أكتر الحاجات اللي بتميز كلية عندنا وجود معامل متطورة ومزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات بيشرف عليها ستاف كبير من الدكاترة والمعيزين اللي بينقلوا لينا علمهم وخبرتهم في كافة التخصصات وزي ما وقلنا لكم قبل كده إن جامعة العالمية بتوفروا طلباء المتميزين فرصة انترنتشب في جامعة لوول في أمريكا الحقيقة اللي احنا الطلبة بيروحوا هناك بيشتغلوا في معامل بحسية على أعلى مستوى مع دكاترة ومالقة وكوأحد من المحصوصين اللي سافروا السنة اللي فاتت من وحنا لسه طلبة ونعمل فلوس من وحنا لسه طلبة ولو حابين تعرفوا كيف تعملوا كده حب أقول لكم تعالوا جامعة العالمين برا في البوث هنقول لكم كيف ملحوظة بسيطة أحمد خد منحة لليوفيل عام الروبوت هنا في مصر وواحد تاني في لوفيل برافو يا أحمد استنينيكم برا في البوث مجال السيدالة ماريا ومنا مسائل خير أنا ماريا لاشين طالبة بكلية سيدالة الفرقة الرابعة وأنا مننا أيضا طالبة بكلية سيدالة الفرقة الثالثة كليية سيدالة عندنا في جامعة العلمين تقدم لك برنامج فورمي وبدأ سيدالة كلينيكل الدراسة عندنا تبقى خمس سنين وسنة امتياز وفي سنة الامتياز تدريب في المستشفيات وفي المصانع هذا يجري أن خلال سنين الدراسة تدريب في سنة ثالثة وفي سنة رابعة في الصيف سنجد هنا معنا اللابس مجهزة على أعلى مستوى لغير كمان دي نفس لغير كمان ستجد عضاء هيئة التدريس عندهم خبرة مميزة جدا تعال أكلمك عن حاجة مهمة جدا هي فرص العمل الصيدالي بعيدا عن شغل الصيدالية وصيداليات المستشفيات تستطيع تعمل في التغذية الوريدية لمرضى السرطان تستطيع تعمل في حاجة مهمة جدا وده مركز الطب الشرعي ومراكز مكافحة الإدمان كمان بيبقى عندك فرصة أن تشارك في تجهيز أدوية الكيمو ثيرابي وهذه أدوية مرضى السرطان كمان عندك أن تشتغل في البرميكولوجيكال كلينيكال ترايال وهذه هي الأبحاث السريرية تجربة لك فرصة أن تكون ريسيروش والباحث علمي وآخر حاجة هي درغ المتحدة وبريتش كولومبيا في كندا كمان تجربة أن تشارك في مسابقات دولية مثل مسابق أنبيشان وكانت في الهند وشارك من عندنا فريقين الموضوع سينتهي على منحه فقط لا كمان تجربة أن تشارك في مؤتمرات دولية أو محلية مثل مؤتمر PHS وشاركت في أنا وماريا ومؤتمر دفاة في دبي سوف تلففونا العائلة هل رأيت سيدالة كيف سيدالة هناك شيء أيضا سوف تبدأ هذه المدرسة الصيفية من نظام الوصول للتطوير للتطوير وهذه هدفها إعداد الطالب للتطوير وتسويق أفكار وإبتكارية وكذا كنت شرحت لكم كل شيء عن سيدالة العالمين وأتمنى أن تكون اختياركم مستنين في البوس شكرا جدا لكم شكرا جزيلا مجال الصحة العامة وده أستأذن تسمعوه كويس لأن ده مجال تتفرط به جامعة العالمين الدولية هو على مستوى الـ ولكن احنا بندرسه على مستوى الـ هاي شباب عاملين ايه انا مريم هاني طالبة صحة عامة سنة تانية الاخبار وانا جانا جمال صحة عامة سنة تانية انا هاي دي احمد طالبة في صحة عامة سنة تانية تقدريني مريم تكلمين ايه كلية الصحة العامة اكيد اغلبكم استغراب ايه صحة عامة دي صحة عامة اتفتحت سنة عشرين عشرين دي اول كلية موجودة في مصر في جامعة العالمين الدولية فقط الجامعة استهدفة الطب الوقائي هي فرع في او قسم في كلية طب بشري تحت عنوان public health and community development site فقط الفرق انه لو تخرجتم من طب بشري او صيدلة بتتخرج بالدرجة العلمية كpost graduate اما لو تخرجتم من العالمين بتتخرج من النهب وصحة عامة وممكن تعمل ماجستير كمان في الصحة العامة يعني احنا كده هنطلع ايه هنطلع دا كترة لا احنا نطلع هنطلع ايه الاقسام الموجودة في الصحة العامة مبدئيا الدراسة عندنا تكون اربع سنين او سنتين عام ومتخصص في سنة ثالثة وعندنا ستة تخصصات وهم الصحة العالمية الصحة البيئة وتغيير المناخ العلم الاوبئة والأحصال الحيوية الإدارة الصحية تغذية الصحة العامة وجينات الصحة العامة التخصص هو الإدارة الصحية وهذا يحتم توفير كوادر في الإدارة الصحية الآن تعرفيني مجالات الشو بعد ما عرفنا أن التخصص صحة عامة تقدم جمعة العالمين الدولية فقط هذا يقلق قليلا منكم سنجد بعض التخرج مجالاتنا بعض التخرج تستطيع تعمل كعالم اوبئة او اخصائي تغذية وتستطيع تدري المنشآت الصحية بأنواعها مثل دارة المستشفيات ولينا نعمل بشركات البترول في قسم الصحة البيئي الجمعة توفر لنا أن ننزل تدريب الجمعة تنزلنا من سنة ثانية في المستشفات والمصانع وهذا الذي يجعلنا الخبرة الكافية هو أن نجد الشغل مناسب لنا بعد التخرج وننتمنى نستنين في البول نتمنى نراكم معنا شكرا شكرا لأن بعضهم اشتغل من بدري هو طلاب جمعة العلمين الدولية أتمنى أتمنى أشوف أولادي زيهم وأتمنى كمان أشوف كنتم زيهم وأحسن 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 لازم نسق في قدراتنا كويس جدا أولاد انتو كويسين متميزين متميزين بس ناقص الحتة التي تكمل بها المهارات وتكمل بها التميز جمعة البرامج ومن ناحية الانشطة اللي ممكن نعملها ومن حتة الدولية اللي احنا قلنا عليها من التعاقدات والإنترنشب وغيره والحتة كمان الصحية لأنك بتعمل مستوى الصحة واسبوع الصحة اللي بنعمله كل ترما عندنا كل برنامج بيشارك فيه بجد آخر حاجة أختم بيها دعاء فعليا من القلب أن ربنا يا رب يهديكم الخير اللهم أمين شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا على استماعاتكم